اهلا بكم من جديد الحقيقة عايز اكد على الكلام اللي قاله لو استاذ جورج اسحاق لانه ده من حقه اكد على حاجتين انه لم يتحدث الى قناة اخوانية وهو يعرف ان هذه القناة اخوانية هو يرفض ذلك ويمتنع عن ذلك ويأبى ذلك لانه موجهته الى الاخوان على الارض يعني ضميره ما يسمحش ان هو يتكلم مع هذه القناوات المعادية اهنا تعاملنا مع ما رأيناه مع الفيديو يعني الراجل بتكلم والمزيع بيكلم هو بيقول في حد يكلمه ولا يعرف اي قناة ده رقم واحد رقم اتنين ودي نقطة بقى مهمة جدا لانه فيه ناس قالتلك امسك عضو المجلس القومي لحول الانسان في مصر وبيقول انه تم التصفيت مختفين قصرين بمعنى ايه يعني بمعنى ايه تصفيت مختفين قصرين انه فيه ناس تم الابض عليهم وما اعلنش ده وبعدين تم التصفيتهم في اي عملية هو بيقول انه تم تصفيت من ابلغ عنهم انهم مختفين قصرين يعني اهليهم عارفين ان العيال دي مع الجماعات الارهابية وده حصل اكتر من مرة وكشفنا احنا هنا في 90 دقيقة اكتر من مرة عن اشخاص ولاد وبنات بيبقى مبلغ انه هم تم الابلاغ عن اختفاءهم قصرين كانوا بيقول انه ابلغ عن اختفاءهم قصريا لكن دول كانوا موجودين مع الجماعات الارهابية وتم التعامل معهم فيعني الناس بياخد بالها من هذه القنوات واعتقد انه حرص جورج اسحاء على توضيح الامر وتوضيح موقفه يمكن ان يكون كافيا لانه في اكتر من بلاغ اتقدم ضده وكان النائب علاء عبد المبارح بيتكلم على انه هيحرك دعوة قضائية ضده فاعتقد انه اضاح الرجل يكفي لانه احنا برضو مش عايزين نبقى بنتخانق على حاجات رغم ان هي مش ده الواقع بتاعه الرجل وضح والحمد لله